الشباب النازحين وهو من سنجار أن يذهب إلى ألمانيا ويكمل حياته باعتبار أنه لا يعرف شيء غير الكتب كما أخبرها ولكن هو فضل البقاء هنا في العراق لأجل أن يصنع الحياة كاميران كمال هذا الشاب الذي أصبح إيقونة سنجارية وإنموذج للقوة والتحدي يحضر اليوم بترند العراقية أهلا بيك نورتنا كاميران أشكرك جداً طبعاً أنا فرحان وأشكركم جداً على استضافتكم اللي صار لفترة أنه أحب أزور بخضاء لكن الظروف كانت كلش سعبة والحمد لله وشكراني اليوم موجود بين أهلي وناسي وشرف اللي أني متواجدة هنا أهلاً وسهلاً بيك كاميران تعرفنا عن نفسك من هو كاميران شنو الأشياء اللي مريت بيها خلال هذه الفترة صراحة خلال هواي يقولون من هو كاميران أو شنو هو كاميران أو شنو قصد يعني صراحة أنا أقول لك أنه أنا كشخص أنا من الأحد أحياء الفقيرة جداً في العسنجار هاي المدينة البسيطة الاستراتيجية اللي بتعرضت لأبشع الجرائم هاي المدينة تمتاز في عراق إنها عراق مصغر من مكونات وأديان وطواب ومذاب هاي المنطقة استراتيجية اللي يعنيها سراعات سياسية عسكرية بها كل المشاكل فأني كشخص درست 12 سنة تخيل أنا هاي 12 سنة ضيعتها بين يوم وليلة بسبب داعش وبسبب الفقر الماضي اللي كان يعيشها عائلتي صراحة 12 سنة راحت وانت المعانات اللي جاي أعيشها ازدادت بعض كلكم تعرفون ما تعرضت عليه الشعب السنجاري اللي يزيدي خاصة من داعش بصراحة كانت أسعب مرحلة بتاريخ الشعب اليزيدي خاصة في المرأة جرح حراقي كان فعلا هو جرح أي حراقي شريف يا حسبي فبعدها انتقلت للمخيم سكنت في المخيمات بصراحة انقصت اللي يعني لألمانيا وهاي سلافت لها 5-6 سنوات رغم أني نسيتها لكن صارت صدفة أنه أكو ناس أعلمتها مرد الناس تعرفها كاميران بصراحة أنا من الأشخاص اللي كنت أشتغل بالكتب اللي تحولت خيمتي إلى شبه مكتبة هاي الخيمة اللي داخل المخيم اللي يسكن بي نعم هاي الكتب كنت أقراها وأني من محبينها فعلا فهاي الكتب أنا كنت أعطيها بنظام استعارة مجانية للناس بالمخيم حتى يطورون نفسهم شوية شوية فمن خلال هذا المجال صراحة أنا التقيت بسيدة ألمانية بقدرة فترة وهي أهم من المهتمة بالكتب فالتقيت بيها مرة مرتين وحشين على الكتب وهي النماذج فقالت لي عندي بقاني احترامي لها ما أدرح أذكر الأسامي والأشياء الأخرى والتفاصيل الدقيقة بس قالت لي أنه عندي يعني فرصة أنه أنتك يزيد وتعرضت لهاي لها جماعة وتعرضت لهاي وعندك موهبة فأني أكتر نوعا ما أساعدك أنه عن طريق المحة مالتنا نفع تكاليفك وتحصل منحة وتهاي تروح على أوروبا تدرس وقال سوال في الأخرى لكن المهم أنا هنا صراحة فكرت أنه أنا بعد ما نجوت من داعش وأهلي كلهم أنا أحضر من عائلة بها عشر نفرات وأني اللي أعيشهم أفكر بأمي وأبوي وناسي وحبابي كلهم هنا عندي فكرة جاي يشتغل عليه وهما إذا أي واحد يصير عنده طاقة ويهاجر نحنش استفادين منها تازم أكو شخص أو ناس يستثمرون طاقتهم بالبلد هذا اللي يفكر بي صراحة أنا جيت يعني خليت أنه استثمر هاي طاقة ولو هي شي بسيط أنه عن طريق الكتاب لكن البيئة تختلف يجوز إذا عاني بشارع علم التنبي هواء الناس يقولون مجرد مكتبة لكن عاني ببيئة مختلفة أنه عاني ببيئة منطقة تحتاج للكتابة تحتاج بناء الإنسان قبل المكان عاني منطقة مدمرة الناس تحرط المؤخرة هذا اللي يجيب بال أي شخص يقول لك المنطقة بحاجة إلى الحاجات الأساسية هسا الكتاب قد يكون شيء ترفي لاحق شون واجهت هاي الفكرة يعني الناس تريد أكل تريد ترجع إلى بيوته تريد جروح كان جروح كبير الكتاب كيف حضر بهذه القصة؟ صراحة أنا دا أفكر بي أنه كل واحد لازم يبني مدينته مو أنه أنا أطلب من غيري يجيبني لمدينتي أنا اللي أكتر عليه ابني المدينة هو عن طريق الكتب فأنا اخترت بناء الإنسان عن طريق الكتابة قبل المكان طبعا أنا ابني لعمار عشر طوابق إذا الإنسان ما يسل المرحلة كيف يعني يستثمر هاي العشر الطوابق ما رح يستفاد منها شيء بصراحة يعني كواقع شي لا والشيء الثاني أنه الإنسان يعني اخترت المجال الكتب أجيب له وفن له مكتبة طيب حتى يقدر بصراحة من جانب تاني حتى يقدر يستثمر طاقاته دخليني مروف سي على المشروع كله بشكل عام بدأت من المخيم كم كتاب كان عندك؟ حوالي عشر كتب بالأول عشر كتب؟ نعم منين هاي جبت هالكتب؟ والله هين أنا الثلاثة منها أصدقائي وثلاثة أشتريتهم واثنين أصدقائي كنت تبيع لوت يعني لا كان نظام استعارة فقط استعارة؟ بعدها اطلقت مبادرة جمع الكتب جمعت حوالي مئتين كتاب ضلت يامي سنتين ثلاثة بعد ما تحررت المدينة رجعت على سنجار وحدي على سنجار رجعت وحدك وعائلتك بقوا؟ عائلتي بقت لين كانوا فلاحين لحتان فلاحين موجودين بخدازة الله يفضل رجعت مع كتبك لسنجار؟ نعم رجعت كتبي مباشرة جبتهم على بيتنا اللي كان نص ومهدوم والبعض ونص ومهدوم رتبت ويا وسكنت وحدي واطلاقت مبادرة حتى مني لمكتبا الحمد لله هاي الشي الميز هاي المكتبة انه رجعت سنجار ما كان بجيبي ولا فلس الحمد لله وشكل بنيت مكتبة بإيدي من تفرعات الشعب العراقي فهذا الانجاز هذه صور الكتب اللي تنعرضها يمكن بعديا لما شوي الأمور مشت وهذه هي مكتبة صح؟ نعم هذه مكتبتك هذه البدايات؟ لا هاي بعدها يعني صار عليها قصة اللي صارت عليها انه حجة التجاوز تم غلقها لخلال السنة هاي المراحل البداية التنظيم صح؟ صح تنظيمها وفرز الكتب وكل هذه التفاصيل يعني بصراحة جهد كان كبير جدا بعدين عملت المكتب الحمد لله وشكر يعني بخلال شهرين ثلاثة شهر بنيت مكتبة كيف نفس السؤال اللي سألتك إياه؟ مثل ما الناس محتاجة إلى الحاجات الأساسية عودة المدينة طبعا أكيد العين بالبداية على يعني البيوت المهدمة وكل هذه التفاصيل شلون مشت المكتبة مع يعني مع ولادة الحياة من جديد مرة أخرى بيه؟ صراحة خلي نكون يعني إذا أحكي لك بلغة الأقاملين أنا عندي سجل أنا نظامي مختلف مو مثلا مثل نظام المكاتب هنا فقط بيع وتعامل مثلا بيها خضروها لا كتب وأني نظام عندي بورسانتيها للقارئ نظام استعارة مجانية اللي تقدر تأخذ الكتاب للبيع للبيت وين فائدتك هنا؟ هو أنا أرتاح نفسيا وأحس أني أنا أنت حتى تعيش حتى تأكل حتى تشرب هو هنا القصة اللي الناس هوا يقولوني أنت ما تستفادت معديا بالعكس أنا استفادت معديا كلش هو أنت ما تفكر بالمادية المادية تشيك لحالها أنا إذا باليوم أبيع لي كتاب الحمد لله والشكر بالمقابل أنا أمطيك خمس كتب ست كتب نظام استعارة مجانية الحمد لله والشكر خلال أول أسبوع ولا كتاب ما أخذ استعارة ولا بيع ما أتوقفت خلال أول سنة عدى الكتب المبيع عدى الكتب المنطية هدى للأصدقاء عدى الكتب اللي تم قراتها بداخل الحديقة بحكم من المكتب بداخل الحديقة عامة عدى الكتب اللي قرأتها بداخل المكتبة فوق الألف كتاب تم استعارته من المكتب وتم الرجوع للمكتبة خلال أول سنة هاته يوم لما سويت إعلان عن الحلقة هواي قالوا وقالوا يعني غلط كاميران لو رايح لو ماشي احنا أنا دائما هواي إذا أتواجه إنه المجتمع يقولوني هالشي أنت ججوز أنا لو باتر أروح أفكر من نفسي وأعيش نفسي أقدر لكن ليبقى السؤال هنا ماذا عن الباقيين السؤال اللي دائما الجوهر يعني أقول أنا كعراقي اليوم هاجرت أنت هاجرت الباقي هاجر ماذا عن الباقيين قوموا لكل العراقيين يقدروا يهاجرون راح يبقى هناك وشعب راح يبقى إذا أنا ما أفحي إذا أنت ما تخدم الثاني ما يخدم كل واحد يصير عنده طاقة يهاجر من الخدم كلام مسؤول كاميران أنا سعيد جدا بيك كلمتك الأخيرة شنالشي اللي تحب تقول لي مشاهدي قناة العراقية قناة الوطن واللهين أنا دا أقولهم أريد أول شي أشكر الشعب العراقي الشعب اللي وقفوا إياي إنه أبني هاي المكتبة وأحق أحلامي وأشكروا كل مكاتب الدور النشر العراقية اللي كانت تتعم وما زالت تتعم وأني من هنا أشكر أختي وصديقتي تمارا اللي وقفت بي المكتبة واشكر أستاذ سينان أنتوان اللي ما زال يتعم المكتبة بكل طاقته طبعا سلامي بستيفن أبو جورش ما كان يقصر أحلاميا اللي حتما يعني بنين المكتب أشكرهم جدا وأشكر قناتكم وأشكر كل من دعم وكل من لم يتعم وكل من هجم المكتبة نشكرك كاميرا نشكرك على بصراحة على إيمانك بهذه الحالة على إيمانك بأنه الثقافة والكتاب هي الحياة الحمد لله والشكر أنه كان عندي حلم وحققته للشعب العراقي وأني ما طلعت الحمد لله قد يجوز عندك حلم أكبر؟ الحمد لله عندي حلم أكبر شنو الحلم الأكبر؟ طبعا أتحول إلى دار النشر أول شيء ثاني أسوي مكتبة متنقلة باس حافلة أسوي مكتبة إن شاء الله إن شاء الله سنرى هذا المشروع وسنحتفي به أيضا إن شاء الله هذا الباس يمر بجميع المناطق والمناطق اللي ما بها مكاتب والناس اللي ما حصل مكتب أنت نقطة الضوء كاميران أنا شاكر جيتك وإن شاء الله تعود إلى أهلك بسلام ممنونين إليك طبعا أكرر شكري لأنك مؤمن بالكتاب وبالثقافة بأنها اسلوب حياة